اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم القلب وامراته وتدخل بالأسطرة في القلب في افكار في القلب لازم نصححها في دماغ الناس في حاجات تحت عنوان خدعوك فقالوا ناس كتير قوي تعتقد انه مرض القلب او مشاكل الشرعيات الجاية مقصورة على كبار السن خطأ مش بس كبار السن الصغار ايضا في مصرنا الحبيبة بل في العالم ممكن يصاب بس في مصرنا بنشوف حالات سنها صغير مصابة بمشاكل في الشرعيات الجاية المعتقدة التانية عندك تاريخ في العيلة او في القسرة بمرض في القلب انت هيجيلك مشكلة في القلب لا مش صح ولو ما عندكش تاريخ في القسرة والعيلة انت في مأمن برضو مصح لا ده لازم يجيله ولا ده لازم يجيله الحاجة التانية كمان انه امراض القلب انت طالما وزنك طبيعي في ناس بتعتقد كده خلاص انت مفيش مشكلة معك مع الكوليستيرول من اللي قال في ناس عندهم نحافة وعندهم الكوليستيرول في السماء في ناس كتير قوي بتعتقد ان السجارة والشيشة والحاجات دي تطر الرئة لكن الرئة خلي بالك الرئة لا 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 ده القلب بتأثر زيه زي الرئة واكتر منه واكتر منه كمان في ناس برضو معتقدة انها طالما ماشية على الاستاتينز اللي هي الادوية اللي بتقلل الدهون يبقى بقية خلاص يا كده ماش يجيلها حاجة في الشرية التاجية اللي باخد الدواء بتاع الدهون لا ممكن جدا يحصل مشاكل في الشرية التاجية رغم ان انت بتاخد دواء الدهون واشياء وافكار كثيرة جدا فيه مسلا معتقد مشهور ان الستات ما بيجيلهمش مشاكل في الشرية التاجية لا اعتقد ان ده ثبت انه ليس حقيقي وليس واقعي ان الستات اصبحوا من يعني زي ماقوله الزائرين المتوجدين في العناية المركزة للأسف يعني احنا مش مبسوطين بكده طبعا احنا بنحب الستات يعني انا اقصد اقول انه كان الاول تدخل للعلانة المركزة في القلب تأكله رجالة الوقت يبقى فيه ستات موجدين للأسف يعني ضيف العزيزة الخيمة العمال الكبيرة والاسم اللامع في عالم القلب النهاردة سعيد جدا بقبوله دعوتنا لأستاذ الدكتور احمد عادل نصرة استشاري القلب والأسطرة وليس قسمه أسطرة القلب ومستشفى ميد غامر وعضو جمعية مصرية للقلب وعضو جمعية الاوروبية للقلب والأسطرة اسم القدير الكبير اهلا بك دكتور احمد سعيد تابعيك دكتور احمد وهي رنامك طيبة مميز في الوطن العربي وفي مصر بيقدم معلومة مبسطة للمواطن المصري والوطن العربي وفي نفس الوقت كل احدث الدوليات العلمية والمعلمات الحديثة اشكرك شكرا جزيلا لشاهد احتزي بيها لشرفين يا فدم الله يبارك بيك هنبدأ الاول بكلاسكيات ما سبب الاصابة بجلطة في القلب تماما غلطة القلب هي اول حاجة هي احد اسباب تصلب الشريان التاجي الشريان التاجي ده الشريان المغزي لعضة القلب العضة القلب هي المسؤولة عن ضخ والقلب عموما مسؤولة عن ضخ الدم لجميع اعضاء الجسم كذلك الشريان التاجي هو الذي يغزي القلب بالدورة الدموية التي تساعد في ضخ القلب اسباب تصلب الشريان العوامل متغيرة وعوامل غير متغيرة مثال تدخين السبب الرئيسي في تصلب الشريان ارتفاع الدهون في الدم والكوليسترول خصوصا الدهون الضرر السمنة المفرطة السكر الغير منتظم والضغط احد عامل اساسية التي تؤدي الى تصلب الشريان وحدوص جلطات القلب وان كان اكثر سبب هو التدخين ومنكلم عن التدخين ان وجود النقطين في الدم بيغير من طبيعة الشريان التاجي فيجعله اقصر عرضة للتصلب وحدوص تلصبات دهنية في جدار الشريان وربنا خالق الشريان التاجي املس عند وجود تصلبات في الشريان التاجي يصبح جدار داخلي للوعاء الدموي عرضة لحدوص جلطات قلبية يحصل الجلطة طبعا يبدأ يكون الجلطات بالضبط الغير دوت في اسباب اخرى التوتر في اسباب اخرى النظام الصحي من ناحة الغذاء بس تفوت عدم ممارسة الرياضة تمام اسباب اخرى كذلك التوتر والانفعلات والضغط العصبي ودي احد الاسباب الرئاسية ضغط العصبي بيزيد معدل اصابة جلطات القلب وحدوص النوبات القلبية الضغط العصبي للأسف بقى موجود في كل مكان دلوقتي الضغط العصبي بعوجود الاتزامات الحياتية جعل الموضوع بالنسبة لناس كتير وفقات عمرية كتير تصاب بامراض القلب في الشباب وقبار السن مع عدم وجود الوقت الكافي لممارسة الرياضة وعدم وجود النظام الصحي الذي يحافظ على صحة القلب ايه الاعراض اللي ممكن نسان عنده جلطة في القلب يشتكي منها؟ الاعراض اصابة بجلطة القلب اعراض نماطية واعراض غير نماطية يعني اعراض نماطية هي اعراض معروفة للجميع وجود الام في الصدر مع تنويل خفقان اختناق الام الصدر كان تمتدي الى الرقرة او الى الكتف مع وجود غسيان او عرق بارد ودي اعراض نماطية من ما يحس به المريض بيتوجه لعراض مستشفى او عراض دكتور قلب وقد تكون اعراض غير نماطية اعراض النماطية مستوجود الام في المعدة كثيرا من ما بيجي له الام في المعدة بيفتكر ان دي حمودة في المعدة ولكن قد تكون احد اعراض غلطة القلب هو الام المعدة واقصر في مرض السقر وقبار السن المرض السكر السلوس الضغط والسكر والسمنة وكل السرول العالي ده شل برعبة لان هما الثلاثة دولة اولا بيغيروا في طبيعة الشريان التاجي فبالتالي هما اكتر امراض موجودة في الجسم الانسان فبالتالي عند وجودهم عدم تحكم فيهم بيقدوا الى تغير في الشريان التاجي وحضوص جلطات القلب عايزين نشرح للناس فكرة كلمة يعني غير نمطية يعني ايه اعراض غير نمطية؟ اعراض غير نمطية يعني كد يكون المريض لديه احساس بألام في المعدة او مغرد غسيان او الام في الرقبة فقط والمريض عنده عوامل خطورة لحدوص غلطة القلب عوامل خطورة قد تكون عنصر وراسي في العيلة والده درجة الاولى او والدته او الاخ تعرضها لنوبة قلبية او غلطة في القلب في حدوث الاعراض الغير نمطية ممكن المريض ما يتوجهش لدكتور القلب يفصل هذه الاعراض انها اعراض غير قلبية ده الام غرد الام في المعدة ده مغرد حموض بس هنا لازم ان نميزه بشوية اعراض اولا ان الاعراض الغير نمطية كالام المعدة الام المعدة ليس لها علاقة بالاكل ثانيا يسحبها خفقان عدم توازن وقد يسحبها غماء كامل للمريض فدي اعراض الغير نمطية وحدوث اعراض الغير نمطية في السيدات اقصر منها في الرجال في سيدات ممكن تبقى الاعراض غير واضحة غير واضحة مش كلاسيكية في الست لا مش كلاسيكية مش كلاسيكية وطبعا احنا درنا ان احنا نوعي الناس ان اي عرض ما تفسرهوش يعني دايما توجه للدكتور توجه الاقرب المستشفى ليك بحيث تعمل الفحص المناسب اللي يفسر العرض اللي انت حاسس بيه ازاي نشخص بقى جلطة القلب تشخيص جلطة القلب تعتمد على اربع محاور المحور الاول تحليل شقوى المريض تحليل شقوى المريض بمعنى الام الصدر طبيعية الام الصدر المدة الزمنية لالام الصدر ووقت حدوث الام الصدر ووجود عوامل خطورة مع الام الصدر وعوامل الخطورة زي ما حضرت فدلت وقلت كالضغط الصقر والسمنة دي اول محور في تشخيص جلطة القلب او جلطة الشجان التاج رسم القلب القهرباء وهنا رسم القلب القهربائي اللي مريض بيحسب الم في الصدر وتواجه الى الدكتور او الى المستشفى بيبين حدوث جلطة القلب وقد يحدث جلطة القلب ورسم القلب طبيعي فهو لا يعتبر اعتماد كامل بالتشخيص عن طريق رسم القلب القهرباء ثم يأتي دور التحليل انزيمات القلب والاشعة الموجات الصوتية للقلب بالاشعة الموجات الصوتية للقلب نقدر نبين حرقة جذار القلب ونسبة القصور الموجودة في حرقة القلب فددنا دلالة على حدوث احتشاء فعالة القلب نتيجة جلطة القلب احتشاء اللي هو جلطة في القلب جزء من القلب خلاص ما شو وصله ضفق الدم منع عنه بسبب وجود جلطة عملت قدت الانسداد كامل في الشريان التاية ثم يأتي دور انزيمات القلب انزيمات القلب تحليل التروبونين والسي كي ام بي تحليل التروبونين ارتفاعه من 6 ل 12 ساعة بعد حدوث الام الصدر وده نقطة مهمة جدا ممكن المريض يجيله الام في الصدر رسم قلب طبيعي تحليل انزيمات انسحب في مدة زمنية اقل من 6 ساعات في المحالة دي الجلطة القلب ما تشقصتني حسين خاطر التحليل لسا ما عليش في الدم ولكن لابد ان يمر 6 ساعات عشان نعتمد على ارتفاع نسبة تحليل انزيمات القلب ونشقص بها جلطة القلب مهم جدا ان احنا ننقل العام بسرعة للمستشفى مهم يعني فيه جولدن هاور من وقت حدوث جلطة القلب الجولدن هاور دي وصول المريض في الوقت المناسب لتلقي العلاج سواء كان في حقنا وما زيب أو بالقسطرة ده عامل مهم جدا تجنب مضاعفات جلطة القلب فالوقت عامل اساسي في علاج المريض ده الوقت هنا يعني الاسعاف لازم يوصل لازم الثقافة بتاعت الناس كمان اللي محيطة بالمريض تكون ثقافة عالية بحيث ان هم يتحركوا بسرعة لان فيه ساعات ابو الصليون قاعدين لا هيبا كويس لا ما تقلقش ما تضطربش على نفسك ده شوك برد ده التكيف أصدخبط في صدره بيقعدوا التفسيرات ويضيعوا وقت الثقافة ان المريض بيعتمد على ان الاعراض اللي موجودة عنده دو لا انا مش هحصل لحاجة في القلب ولكن ده مفهوم غلط يعني اي شكوى في الصدر او اي شكوى في المريض لازم يتوجه للمختص او يتوجه لأقرب مستشفى بحيث يتناول علاج المناسب لان القلب ازئر لي ازبسه بالله لو احنا دخلنا كل ما كان النتائج افضل وتجنب حدوث مضاعفات جلطة القلب تعالى بقى نروح لرحلة العلاجية احنا خلاص اكتشفنا ان هذه الجلطة في الشريان مثلا تمام لفتا انتيرو ديسنينج وتفر حسب بقى انت لقيت الجلطة فين يعني هنبدأ نعالج ازاي العلاج طبعا بيبتدي على ثلاث محاور العلاج الدوائي على حسب جلطة مقتملة وغلطة غير مقتملة وهنا بنلازم ان نفرق بين نوعين من الجلطات اللي بتحسس في الشريان التاي الجلطة الغير مقتملة بمريض بياخد ادوية مصبتة للصفائح الدموية بياخد ادوية للدهون بياخد ادوية للسيولة ده الجلطة غير مقتملة الجلطة المقتملة المريض لو راح مكان توجه للمستشفى المستشفى دي مش مجهزة بواحدة قسطرة قلبية هنا بنيعطي العقار المزيب للجلطة بيبقى نتائجه كويسة لو المريض توجه الى مستشفى مجهزة بخدمة القسطرة القلبية بيتم التدخل السريع بما يسمى بالبرايمري بسؤال طب بالنسبة لي المريض اللي اخد حقنا مزيب للجلطة بعد 24 ساعة 48 ساعة بيعمل قسطرة تشخصية لاستكمال خطة العلاج المناسبة وبالنسبة المريض اللي بتوجه الى مستشفى مجهزة بخدمة القسطرة القلبية الاستفادة بتكون عالية جدا وقد تكون مضاعفات قليلة جدا في النوع ده من المرضى اللي بيكون محظوظ ان هو توجه لمكان مجهز بالقسطرة القلبية انا موجود في المستشفى فيها قسطرة قلبية مريض جيب اصلي للسقبال تعملت معانا تنقل لغرفة القسطرة يتم موجود دخل تعامل مع الجلطة سواء كان عن طريق التوسيع او عن طريق الشفط او عن طريق الدعمات القلبية ثم ننتقل الى مستوى اخر في العلاج بالضبط انت مستوى اخر للعلاج والحالة بتاعت المريض بتبتدي تستقر ومجرد ما انت عليك الجلطة تماما وفتحت الشريان واعتدت تدفق الدم في الشريان المغز على القلب واحدة من اعظم اختراعات الطب على اطلاقها الدعامة الدعامة يعني لها دعامة تساوي حياة زي ما انتو وعلى قلته مستينت اه استينت فور لايف ده برنامج تبع جمعية القلب المصرية بنحاول ان هو انتشر في جميع المراكز بحيث ان الدعامة بسمها سنتو فور لايف هي دعامة انقاس حياة انها بالنسبة للشريان التاجي ده الشريان المغزي الاساسي للعلاج للقلب كل ما كان دخلنا بدلي وقدرنا ان احنا نفتح الشريان ونحطي في دعامة ونستعيس سريان الدم داخل الشريان طول ما كانت النتيجة بتبقى افضل شيء والمضاعفات بتقل والدعامة دي عنصر مهم وفي منها نوعين حتى بحضرك في الصورة الموجودة على الشاشة الوقتي احنا عندنا شريان كان مقفول تماما ادنا ندخل نوسع الشريان ادنا نحط دعامة الدعامة دي بتبقى عليها مادة دوائية المادة الدوائية دي بتساعد على عدم حدوث دي في الشريان وعلى تفتيت اي جلطات مرة اخرى تعدس على الشريان الدعامة الدوائية لها قيمة كبيرة لها قيمة كبيرة ازاي نقي الانسان من اصابة بجلطة في الشريان التاجي او تكرار الجلطة أولا لازم في الوقاية بالنسبة لمريض الضغط مريض السكر التزامه بأدوط الضغط التزامه بأدوط السكر تنزيم مستوى السكر في الدم تنزيم مستوى الضغط ده عنصر وقائي بالنسبة لقميع الأشخاص ثم الأكل الصحي الأكل الصحي الفواكه الأكل الغير مشبع بالدهون ده أحد العوامل الوقاية من حدوث غلطات القلب ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة أبسط رياضة ممكن نمارسها في حياتنا هي المشي من نص ساعة لساعة دي بتساعد المريض والشخص أنه يكون أقل عرضة لنوبات القلبية والغلطات القلبية ثم عمل التحليل المناسبة لاكتشاف المبكر لوجود ارتفاع مستوى الدهون في الدم العلاج الوقائي يعتمد على تكسير الدهون وعدم موجود ارتفاع نسبة الكولوسترول في الدم ووصول مستوى الكولوسترول إلى النسب الطبيعية المتعرفة عليها دولية ده بيساعد الشخص أنه هو ما يتعرضش لغلطات قلبية ثم التدخين العزوف عن التدخين التدخين البعد يعني عشان العزوف دي كلمة قيلة عليكم أه البعد عن التدخين البعد عن التدخين البتاع السجارة الإلكترونية دي أسوأ من السجاير إن لم تكن هي يعني حاجة ما يعني فيه بسا بيقولك ما أسوأ من زيد إلا بطيخة فده حاجة سيئة جدا يعني يعني فيه مفهوم غلط عند الناس كتير أنا بقلل العزل السجاير لا هو البعد التام عن التدخين تدخين مش تقليل السجاير مش خمس سجاير في اليوم لا كلام غلط البعد التام عن التدخين والبعد عن التدخين هو التدخين السلبي تدخين السلبي كذلك ما تراشي تعد في الكافيه ده فيه كافيهات يا خبرابيات على الكافيهات دي الكافيه يا فندم انت حضرتك قاعد فيه كارثة قنبلة موقوطة من الدخان يعني قنبلة والله تدخل اللي هو ايه خير الله ما كان له خير يا جدعان مفيش تهوية مفيش تهوية بأن انت مش عافل لجنبك أساسا من دخان الشخص اللي قاعد ممكن يقول ما بيشربش سجاير بس هو تدخين سلبي أكتر عليه لأنه هو قاعد يعني في وسط كل سجاير آآ صحنا في الشتة دلوقتي فهما مقفلين في الكافيهات مقفلينها فما فيش أومن إيريا ما فيش حد يقعد في الليل في حفتة ساعة خلاص والكورونا مش موجودة كثير يعني فما فيش فالناس قاعدة جوه قاعدين جوه بقى ايه كله مشغل مركز شباب الشيشة بالضبط مركز شباب الشيشة ويعني المشكلة ان هو ما دخنش بس يدخن سلبه والضر أكتر من يدخن يعني ممكن يدخن ده هو قاعد من معظم الوقت في وسط جو مفاعم بالنقطين فتلوق يعني خلاص الصنشق كمية كبيرة وبصيرها مستمرة هو في دماغه انه لأ ما بدخنش بس لا ده عامل خطورة ومسل تدخن سلبي خطورة على الشخص غير مدخن خزاني ده كارسة كارسة يعني تدخن ده مشكلة كبيرة جدا 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 رسالتك التي تود أن تصل إلى الأسر اللي كمان اللي كومن فيها مشاكل الشرين التالي إنه العوامل الورثية العوامل الورثية أحد أسباب أزمات القلبين بمعنى قارب بالدرجة الأولى الوالد الأخ والأخت بوجود طريق مرضي لحدوث نوبات القلبية الشخص لازم أن يعمل حاجة اسمها فحوصات مبكرة لاكتشاف الاكتشاف المبكر لمرض الشجان التاجي والفحوصات المبكرة دي تبدأ من تحليل أولسترول بالدم عمل رسم القلب العادي وإن كان طبيعي وموجود عوامل خطورة في فحوصات أخرى تقدر نعرف وجود تصلف في الشجان التاجي من أعلمه كان رسم قلبي بالمجهود كان مسح الزري على عضة القلب وتصوير متعدد المقاطع للشريان التاجي رسالتك التي تود أن تصل إلى شباب الأطباء اللي بيتعامل شباب الأطباء الموجودين في الامتياز أو في بداية النيابة اللي بيتعاملوا مع حالات قد يشيء في تشخصها تمام أي شخص يتوجه إلى الاستقبال لازم أن نحلل الشكوى بتاعته بشكل علمي ولا استبعد وجود أي عامل خطورة تؤدي إلى حدوث غلطة في الشجان التاجي نبتلي بداية من جميع الأماكن في الاستقبال في رسم قلب رسم القلب أي مريض سكر التهاب الأعصاب المزمن يجعله غير فاقد القدرة الإحساس بألم الصدر فهو ممكن بيجي الاستقبال مش هيجي بألم صدر مغارد دوار مغارد العرق مغارد الجهاد بأول خطوة شك أب بي إي سي جي نحن نعمل رسم قلب أولي لاستبعاد ووجود القصور في الشجان التاجي أو أزمة القلبية أو الزبحة الصدرية غير مستقرة ثانيا تحليل نزامات القلب منطمئة موجودة في معظم من الاستقبال في مستشفياتنا ده عنصر مهم والتحليل سريع يعني فسط بيطلع في وقت بسيط ده نقدر نستبعد به وجود الأزمات أو الجلطات القلبية كذلك ثم بعد ذلك في جميع الأماكن ممكن بفي حاجة اسمها الشيستي بين يونيب المريض جاي بألم في الصدر ورسم القلب والتحليل كويسي ممكن نحجزه under observation 12 بعد 20 ساعة ونعمله فحوصات غير نافذة لاستبعاد ووجود التصلب أو قصور في الشجان التاجي بصوا جماعة في قاعدة دايماً في القضاء يعني ودي القضاء اللي هو قانون يعني قاضي يقول لك إيه في القضاء يقول لك لو أنا برقت مجرمي يعني في مجرم درست القضية مفيش مش ثابت عليه الموضوع بشكل قامل فبرقته بالضبط مش هزعل لكن لو حبست مظلوم هو ده الغلطة بالضبط يعني ده الغلطة الكبيرة هو لأن في الطب نفس الكلام إحنا بقى اكتبسنا منهم الحكاة دي أهم اكتبسوا مننا معرفش مين خد من مين يعني بس إحنا عندنا القاعدة دي في البطنة في الطب في القلب بالذات لو فلت لو أنت دخلت في في ملاحظة في غرفة الملاحظة في الشيست ويونت عشر عينين شاكك إنهم جلطة في القلب وطلعوا العشرة دول ولا واحد فيهم عنده جلطة في القلب أنا هحييك وإنت تمام تمام لكن لو فلت منك واحد وطلعوا روح أنت مدكش حاجة الأزم ورح تطالع على باب المستشفى طب بساكت بصددس أو جاتكم مشاكل بقى قلبية أخرى بسبب إن انت حضرتك ما شخصتش جلطة القلب بالشكل الكامل هو ده اللي هتولام عليه مدى حياتك تمام ودي بنقول مريضة اللي جايب أعراض غير نمطية للاستقبال ده اللي لازما ده أنا أعمله حكس لازما أعمله فحوصات اللازمة اللي تستبعد وجود تصلب أو زبحة صدرية غير مستقرة وخلي بلكوا جماعة أنا في مرضى بيقودوك إلى أعراض بعيدة يعني هو بنفسه أنا فيه اخترار بالضبط عايزي خايف وسواس بقى فمثلا الألم الموجود في فم المعدة اللي بيجسرك بين اللي جاي من جلطة في الشريان القلبي الأسفل الانفيرور انفيرور انفاركش أو ليفت تأتيم بالسند أو ليفت سركمفلكس أو ليفت سركمفلكس أو أرسي أو الأرسي بتعمل ألم في فم المعدة هو نفسه كل شوي يقولك إيه الألم هنا مش في القلب يا بيجس الألم هنا الألم في فم المعدة ده هو بين أنا التهف المعدة وأنا عارف هو نفسه خايف من الجلطة في الألم يعني وتصل جلطة في الشريان من شرايين التاجية بتاع الثلال بالضبط يعني ألم المعدة مرتبطة بوجود جلطة في الشريان الأيمن أو الشريان المحوري وطبعا تشخصة مبكر يساعد في العلاج ثانيا أن العراض الغير نمطية أكثر انتشارا في السيدات ولازم نفرق ما بين أعراض قلبية وأعراض غير قلبية قد تكون ألام الصدر نتيجة التهبات في المعدة أو المريء أو المرارة أو التهبات في الضلوع هي أعراض مختلطة ولكن التشخيص بالاستبعاد مهمة جدا عشان منش نمس الحالات اللي هي موجودة عندها مشكلة حققية ده نقطة مهمة جدا في تشخيص حالات الأزمات القلبية وجلطات الشريان التاج أنت نورتنا أنا ساعدت بحضرت يعني أنا متشكل جدا للكيمة عباية قديرة موجود النهاردة معانا في الدكتور شرح لنا بالتفصيل الرائع العلمي الدقيق ما معنى جلطة القلب ضيف العزيزة القيمة العلمي الكبيرة السؤال دكتور أحمد عاد النصرة استشار القلب والأسطرة ورئيس قسم قصرة القلب المستشفى ميت غمر عضو جمعية المصرية للقلب وعضو جمعية الأوروبية للقلب والأسطرة نورت ساعدت بحضرت وشرفت وساعدت جدا جدا بهذه الزيارة العوضة شرفت ساعدت بحضرتك برنامج مميز ودايما في تقدم ديما الأفضل وخدمة المشاهدين جميعا أشكرك بيش ساعدت وحضرت وخطوة عزيزة ساعدت وحضرت خطوة عزيزة صحيح يعني دي كلمتنا بقى قبل ما نمشي وأعتقد أن الدكتور أحمد بيها يوافقني أكيد مش هيوافق ده ده هو واحد من أهل البيت يعني على ما سأقوله الآن شكرا وتخدير كبير جدا لجمعية القلب البصري صح كده؟ جمعية القلب جمعية نشطة جدا جدا ده حاجة عظيمة يعني خدمت المرضى وهي برامج التوعية برامج العلاج البرامج التعليمية لشباب الأطباء الجميع الفروع بتاعتها بأقسمها ومن أحد يعني أعظم الجمعيات التي تتساهمت في الارتقاء بمستوى تخصص القلب في مصر الحقيقة جمعية القلب المصري هي فخر لأي طبيق مصري جمعية القلب المصري هي تحتوي على رموز وأسماء يعني أسطورية في عالم القلب جمعية القلب المصرية نموذج لجمعية التعليمية في مصر جمعية التعليمية من اطراز الأول ونقطة خبرات فيها عالي جدا جدا ونموذج بالفعل للحب ما بين أطراف الأسرة أسرة القلب المصرية المتفردة الرائدة اللي ما فيش زيها عايز أقول على مستوى الشرق الأوسط كله يعني إحنا أعتقد أن جمعية القلب المصرية جمعية تحتاج مننا إلى يعني النظرة التقدير لهذه وده أقل شيء لهذه الجمعية العريقة اللي بتقدم الكثير والكثير نورت يا فندم سعيد تبا حضر وسلامي لكل فرض من أفراد الجمعية سعيد تبا حضر خليكوا دايما المعضر سعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر